أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم طرسين ميم تلك آيات الكتاب المبين نتلو عليك من نبأ نوسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون إن فرعون على في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منه طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين ونريد أن نمنا على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهما كانوا يحذرون وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا قفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إن ردوه إليك وجعلوه من المرسلين فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين وقالت إن رأت فرعون قضرة عيني ولك لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وهو لا يشعرون وأصبح فؤاد من سافار رواه إن كانت لتبدي به لولا أضربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين وقالت لأخته قصيه فبصرت به عن جنوب وهم لا يشعرون وحرمنا عليه المراضع من قبل فقالت هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون فرددناه إلى أمه كيف قضر عينها ولا تحزن ولا تحزن ولتعلم أن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون ولما بلغ أشله واستوى آتيناه حكما وعلما وكذلك مجزي المحسنين ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها فوجد فيها رجلين يقتتلان هذا من شيعته وهذا من عدوه فاستغافبوا الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضوا عليه قال هذا من عمل الشيطان إنه عدو مضل مبين قال رب إني ولمت نفسي فاغف لي فغفر له إنه هو الوفور الرحيم قال رب بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين فأصبح في المدينة خائفا يترقب فإذا الذي استنصره بالأمس يستصرخ قال له موسى إنك لغمي مبين فلما أن أراد أن يبطش بالذي هو عدم لهما قال يا موسى أتريد أن تقتلني قول يا موسى أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس إن تريد إلا أن تكون جبرا في الأرض وما تريد أن تكون من المصلحين وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى قال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين فاخرج منها خائفا يترقب قال رب نجني من القوم الظالمين ولما توجه تلقاء مدينة قال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل ولما ورد ماء مدينة وجد عليه أمة من الناس يسقون ووجد من دونهم امرأتين تذودا قال ما خطبكما قال تا لا نسقي حتى يسدر الرعاء وأبونا شيخ كبير فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير فجاءت بإحداهما تنشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا فلما جاءهم وقصت عليه القصص قال لا تخف نجأت من القوم الظالمين قالت إحداهما يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القبيل الأمين قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ثماني حجج فإن أتممت عشرا فمن عندك وما أريد أن أشق عليك ستجدني إن شاء الله من الصالحين قال ذلك بيني وبينك أيما الأجل إن قضيت فلا عدوان علي والله على ما نقول وكيل فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله آنس من جانب الطور نارا قال لأهله الكفو إني آنست نارا لعيني آتيكم منها إني آنست نارا لعيني آتيكم منها بخبر أو جزوة من النار لعلكم تصطلون فلما أتاها نوذي من شاطئ الواد الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة قال هيا موسى هيا موسى إني أنا الله رب العالمين وأن ألقي عصاك فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مذبرا ولم يعقب يا موسى أقبل ولا تخف إنك من الآمنين أسلك يبك في جيدك تخرج بيضاء من غير سوء رب إليك جناحك من الرب فذلك برهانان من ربك إلى فرعون وملئه إنهم كانوا قوما فاسقين قال رب إني قتلت منهم نفسا فأخاف أن يقتلون وأخي هاروه هو أفصح مني لسانا فأرسله معي رب أن يصدقني إني أخاف أن يكذبون قال سنشد عبدك بأخيك ونجعل لكما سلطونا فلا يصلون إليكما بآياتنا أنتما ومن اتبعكم الغانبون فلم نجاءهم موسى بآياتنا بينات قالوا ما هذا إلا سحر مفترا وما سمعنا بها ما في آبائنا الأولين وقال موسى ربي أعلم بمن جاء بالهدى من عابه ومن تكون له عاقبة الدار إنه لا يسلح الوالمون وقال فرعون يا أيها الملأ ما علئت لكم من إله غيري فأوقذ لي يا هامان على الطين فاجعلني صرحا لعلي أطلع إلى إله موسى وإني لأظنه من الكاذبين واستكبره وجنوده في الأرض بغير الحق وظنوا أنهم إلينا لا يرجعون فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليوم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون وأتبعناهم في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة هم من المقبوحين ولقد آتينا موسى الكتاب من بعد ما أهلتنا القرون الأولى بصائر للناس وهدى ورحمة وهدى ورحمة لعلهم يتذكرون وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الأمر وما كنت من الشاهدين ولكن ما أنشأنا قرونا فتقابل عليهم العمر وما كنت فاويا في أهل مدينة تتلو عليهم آياتنا ولكن ما كنا مرسمين وما كنت بجانب الطور إذ نادينا ولكن رحمة من ربك لتنذر قوما ما أتاه من نذير من قبلك لتنذر قوما ما أتاه من نذير من قبلك لعلهم يتذكرون ولولا أن تصيبهم مصيبة بما قدمت أيديهم فيقولوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك ونكون من المؤمنين فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا لولا أوتي مثل ما أوتي موسى أولم يكفروا بما أوتي موسى من قبل قالوا سحران تغاهرا وقالوا إنا بكل كافرون قل فأتوا بكتاب من عاذ الله هو أغذى منهما أتبعه إن كنتم صادقين فإن لم يستجيبونك فعلا أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله إن الله لا يهدي قوم الظالمين ولقد وصلنا لهم القول لعلهم يتذكرون الذين آتيناه الكتاب من قبله هم به يؤمنون وإذا يطلع عليهم قالوا آمنا به إنه الحق من ربنا إن كنا من قبله مسلمين أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا ويدرؤون بالحسنة السيئة ومما رزقناهم ينفقون وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين وقالوا إن نتبع الهدى معك نتقطف من أرضنا أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء نزقا من لدنا ولكن أكثرهم لا يعلمون وكم أهلكنا من قرية بطرت معيشتها فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم إلا قليلا وكنا نحن الوارثين وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولا يتلو عليهم آياتنا وما كنا مهلك القرى إلا وأهلها ظالمون وما أوتيتم من شيء فمتاو الحياة الدنيا وزينتها وما عند الله خير وأبقى أفلا تعقلون أفمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه كمن متعناه متاع الحياة الدنيا كمن متعناه متاع الحياة الدنيا ثم هو يوم القيامة من المحضرين ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون قال الذين حق عليهم القول ربنا هؤلاء الذين أغويناه كما غوينا فبضونا إليك ما كانوا إيانا يعبدون وقيل دعوا شركاءكم فدعوهم فلم يستجيبوا لأمرهم العذاب لو أنهم كانوا يهتدون ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين فعميت عليهم الأنباء يومئذ فهم لا يتساءلون فأما ما تاب وآمن وعمل صالحا فعسى أن يكون من المفلحين وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرا سبحان الله وتعالى عما يشركون وربك يعلم ما تكن شدورهم وما يعلنون وهو الله لا إله إلا هو له الحمد في الأولى والآخرة وله الحكم وإليه ترجعون قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصروا ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولترتعوا من فضله ولترتعوا من فضله ولعلكم تشكرون ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعون ونزعنا من كل أمة شهيدا فقلنا هاتوب رهانكم فعلموا أن الحق لله وضل عنهم ما كانوا يفترون إن قارون كان من قوم نوسى فبغى عليهم وآتيناه من الكبوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصمة أولي القوة إذ طال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيدك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغي الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين قال إن ما أوتيته على علم عندي أولم يعلم أن الله قد أذلك من قضيه من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون فقرج على قومه في زينته قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قامون إنه له حو عظيم وقال الذين أوتوا العلم ويلكم فواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقها إلا الصابرون فخسفنا به وبداله الأرض فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون ويكأن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر لولا أمن الله علينا لخسف بنا ويكأنه لا يفلح الكافرون تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقمة للمتقين من جاء بالحسنة فله خير منها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى الذين عملوا السيئات إلا ما كانوا يعملون إن الذي فرض عليك القرآن لردك إلى معاد قل ربي أعلم من جاء بالهدى ومن هو في ضلال مبين وما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب إلا رحمة من ربك إلا رحمة من ربك فلا تكونن ظهيرا للكافرين ولا يصدنك عن آيات الله بعد إذ أنزلت إليك وادع إلى ربك ولا تكونن من المشركين ولا تدعوا مع الله إلها آخر لا إله إلا هو كل شيء آلك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة